السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على الزكاة الصناعية. زي نولد صور في الزكاة الصناعية. اه بس احنا فتحين برنامج البنت ليه؟ برنامج البنت زي ما انت عارفين برنامج قديم من شغلنا عليه من ايم وندس 98. لكن تم احياءه باضافة الزكاة الصناعية. دي الفكرة كلها ان البرامج كلها تبدأ تعتمل على الزكاة الصناعية. اول حاجة هنا بلاقيها موضوع اللير. موضوع اللير عندهم تقدر تضيف اكتر من اللير بحيث ان ترشاه عليهم. مو كانتش موجودة في الاصدارات بتاع الزمان. فممكن تيجي تخفي اللير ديات مثلا تخليها شفافة. طيب ممكن تيجي هنا بها تقول له انا عايز اضيف صورة. من فايل وتبدأ تختار صورة معينة. ولياكم مثلا الصورة دي. بالشكل دوت. تمام? او حتى ممكن ندفع على اللير ديت. طيب عايزين ندفلها خلفية معينة. ممكن ندفلها فيها ازاي? عندي كرياتور. كرياتور دي خاصة بيه الزكاء الصناعي. بقت موجودة. مجرد تكتب له تيكست هيبدأ ان هو يدف لك يحوله الصورة وتبقى موجودة. تمام? هو دلوقتي بيقول لي ان دي لسه تضاف. اقول له جوينتو ويتلس. تمام? تمام? فممكن تقول له مثلا انا عايز خلفية بخضرة عايز خلفية عبارة عن منظر ناس نازلة بالبرشوت. كل الخلفات اللي انت عايزها والستايل اللي انت عايزه ده خلاص بقى موجود في برنامج البنت. ففكرة الخلفية ان الغال الخلفية دي بتوفر لوقتك وتعطي لها الدور على مقعد من الموضوع دوت. بقى خلاص موجودة. الستايل في حاجة تدار تختارها. تمام? انا كده ابعت ان انا عايز الخاصات التي تبقى موجودة فهتبقى موضوع يظهر خمسين نقطة. لكن لا اعرف خمسين نقطة ديها تجهد كل يوم. او كل وقت ذلك. ممكن نقول له كنحن عايز مثلا باللوسكاي. الستايل اللي انت عايزه. تبدأ بها تختار الستايل اللي انت عايزه. تقدر تدفع الالير لوحديها بحيث أن تجعل ديه في الخلفية زي ما انت عايز فكرة جميلة جدا ان انت تطور البرم بتاعتك تقدر تختار صور كثيرة وفي الاخر تقول له اعمل لي create حاليا كل البرامج اللي موجودة في الدنيا بتبدأ تفكر انها تتحول لزكاة السماعي وإلا هتندسر نهي بالشكلة